مساء الخير يا شباب ده اكسرسايز او تمرين على حل المطبينة الحسابية بغير حل المعادلات فعلى الرياضيات التانية عدادة ترمي الاول هنا اول سؤال على طول بيقول اه لو عندنا تلاتة سين زائد خمسة اكبر من اتنين اوجد مجموعة الحل في حه لكل ايه ما ياتي طيب اول حاجة عشان نجيب مجموعة الحل بنجيب السين في حتة الوحدة فحنودي الخمسة هناك بالايه? بالسالب يبقى تلاتة تلاتة سين اكبر من اتنين ناقص خمسة طيب يبقى تلاتة سين اكبر من اتنين ناقص خمسة اللي هو السالب تلاتة عايزين نجيب السين اه في حتة لوحدها يبقى هنقسم على تلاتة ايه هنا وتلاتة هنا يبقى تلاتة سين على تلاتة اللي هي السين اكبر من او تساوي السالب واحد يبقى مجموعة الحل منين هتبقى من سالب مالة نهاية الى ايه سالب واحد طبعا ايه مفتوح انا مفهول مفتوح عشان ما فيش علامة ايه اكول او معلامة تساوي تمام تاني واحدة ناخدها هنا اهي بيقول لك ان اه اتنين سين ناقص واحد لكل تكعيب بتساوي ايه تمانية اوجد ايه مجموعة الحل او اوجد سين او اول حاجة اه عشان نقدر نجيب السين لوحدها هناخد الجزر التكعيبي للطرفين طيب لما ناخد الجزر التكعيبي للطرفين عشان نطير ايه المكعب ده او نطير القص ثلاثة دي فاحنا هناخد ايه الجزر التكعيبي للطرفين معليش هم مفتوح بنا حد تاني انا بس عشان متعود على الانجليزي معليش اهو تمام وده ايه الجزر التكعيبي برضو ايه لتمانية ده الجزر التكعيبي حياكن الايه القصة ثلاثة يبقى لك ايه اتنين سين ناقص واحد بس تمام الجزر التكعيبي بتاع تمانية اللي هو الاتنين خلاص يبقى انا كده ايه بسطت المعادلة ابتدي اودي السلب واحد هناك يروح بالايه بالموجة بيبقى اتنين سين زائد اتنين سائد واحد اللي هو تلاتة يبقى السين بتساوي كام آآ السين بتساوي تلاتة على اتنين خلاص كده دي الحل النهائي مجموعة الحل حتبقى ايه مش هتبقى بقى فترة هتبقى كده يبقى ايه تعملها كده وتكتفيها تلاتة على اتنين خلاص كده حل المسألتين لو حاسس انت فهمت من الشرح بتاعي اربوك ادعبنا بالاشتراك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو لو انت بتتفرج على الفيسبوك بيتش اشوفكم على خير مسترح مكتارك